في إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي هو بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات تلك الرؤية التي بدأت بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل راعى محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجاً وأتاح الفرصة والمناخ الملائم لتشجيع الاتثمارات المحلية والأجنبية وعزز قيام العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه حياتنا وأقول لكم بكل الصدق إنه من خلال المغزون الحضاري لهذا الشعب العظيم والإدراق العميق لحقيقة ثابتة وراسخة وهي أننا جميعاً شركاء في هذا الوطن ومن ثم مسؤولون عن تحقيق تقدمه وازدهاره فإنني كنت وما زلت على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات لما نرضاه ونفخر به ليكون حاضر ومستقبل مصر بعظمته ومجد ماضيها وليجد كل مواطن في هذا البلد متسعاً كريماً له ولأبنائه مستلهمين في ذلك روح ثورة يوليو الخالدة التي أقول في ذكراها إننا قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم وفي الختام أتوجه إليكم جميعاً مجدداً بالتحية والتهنئة بهذه المناسبة المجيدة كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان وتقدم ودائماً وأبداً تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر